الاستفتاح دوت من أكتر الحاجات المسؤولة على أن الإنسان يحس بحلاوة حلاوة إيه؟ وهو معكم أينما كنتم وعشان كده بنحس إن كل يوم لما نعمل فيه أصبحنا وأصبح الملك أو ده شكل من أشكال الاستفتاح أصبحنا وأصبح الملك ولله نحس إن كل يوم هو نعمة جديدة مش إن اليوم الجديد عب ولا إن اليوم زي كل يوم لا ده يوم لسه حديث عهد بربي والسنة مش زي كل سنة الاستفتاح عارفين بيعمل إيه؟ كأنه بيغسل عشان كده في الدعاء ارتبط دعاء اللي استفتاح بالغسل الاستفتاح بيعمل في حياتنا كده أي حاجة تستفتح فيها بذكر الله وتطلب إن هي تكون واسعة بنظر الله كأن الاستفتاح ده بيغسلك بيغسل قلوبنا وبيخلينا نشوف النعمة وكأنها تنزل من السماء وهي حديثة عهد بربها طب إزاي بقى نستفتح السنة جديدة؟ إزاي بقى نطبق عبادة الاستفتاح؟ أنا بحب إن أنا أسمي الاستفتاح عبادة وقيمة في فن جميل اسمه فن الابتداء أنا بحب أعلم الناس فن الابتداء لأن الناس متعودة دايماً إن إزاي يختموا الكلام لكن كمان لازم نعلم الناس إزاي يبتدوا الأشياء ففن الابتداء ده ما بننتقنه بيساعدنا في السير إلى الله وبيساعدنا إن حياتنا تبقى ميسرة وفن الابتداء ده ممكن أقول لكم شوية مهارات من مهارات الابتداء أنا عندي خمس مهارات وهي مهارات قلبية على مهارات حياتية إحنا محتاجين نعملهم عشان نستفتح السنة الجديدة أول مهارة وأول خطوة نعملها عشان نعيش عبادة الاستفتاح وكمان نعيش وإحنا بنطبق قيمة الاستفتاح أول حاجة الانتهاء أنا عندي لكم الخمسة بسرعة ونرجع نفصل فيها يبقى أول حاجة الانتهاء تاني حاجة عشان نبقى ماشيين مع بعض بعد الانتهاء كمان الابتغاء تالت حاجة الاكتفاء رابح حاجة بعد الاكتفاء الاقتداء خامس حاجة وآخر حاجة لابد إن إحنا نعملها لابد إن إحنا يكون عندنا ارتواء